بعد أن تراجع الفلوس التي سرقت السيدة الميتة لتقري بنتها وعطي الورد لخطها خديجة سوف تتقلب ونرى كيف ستجيب فلوس بأي طريقة أما تقول هذه المهغة سوف تسدم وزيد السخط على أختي خديجة حيث هي جبراتها ومن الأسباب أنها تسرق السيدة في الأخير سوف نرى الرجوع للزوج العيشة سوف يحلها المشكل ونرى السجن حيث سوف يحلها الكثير من السيدة الميتة أما أماني سوف يستمر مهدي في التعنيف والضرب ونستطيع أن تقول الأم لها حيث ديما تترد لها الأم والتي صغيرتي برأسك ونستطيع أن تزوج تبيب بشكل أحيان بالرغم من أن أماني كتل فيه ومو وكتصرف عليهم بزوج وعلى رأسها ومزوجة به وقابل لي على باله ولكن هو سوف يبقى عير فيها ووصل معها حتى للضرب هنا أماني لا سوف يتقبل وطلب منه وطلاق هنا سوف يبدأ يرطب معها في الهدرة ونحن نحلم بهذا النهار هذا يجي ومن اللي جاء عاد انتي وليتي مغا تتلقي مني أما عالي تخلى على ريم ومشمع الأم دياله حيث الأب دياله يخونها مع خالتها ويجيب لي رأسه باللي ريم والأعائلة ديالها كاملة نصابة ويتحكوا على الرجال وكذا تكتلاش هو يحاول أنه يخلي لي هذيك الرسالة وبلوكها وقال له علاقة نسالة تناية ومشمع الأم دياله حيث الأم دياله حرشعته وقاتلي هذوك أما نعيما فمقلقة منها عيشة بزاف حيث كتخون تخون وصرقات الراجل من مراته حيث بيناتهم مشاكل متوترة دكتلاش عيشة غدي طردها من البيت وفي الأخير غدي نشوفوا الاجتماع ديال عيشة وخواتاتها وغدي يعيشوا في سالع أما العربي بغير جاء مع نعيمة اللي هي رافده بتاتا حيث خانها وهو بدك يقول لها اشتركوا في القناة